أكد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميا وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معا والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية وأكد على جميع الآئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على التزام المصلين بكل إجراءات التباعد وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتنبيه على حرمة أذى النفس وفوض وزير الأوقاف مدير المدريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات كما أكد أنه لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة